موسيقى طينا اعتمدها بحياتنا نحن حكينا بالحلقة الماضية عن رسالة البابا افرحوا وابتهجوا كلنا بيدعينا الى الاداسة بالفصل الثالث بيدول بابا اسمه على نور المعلم بيقول البابا حرفيا لقد شرح ياسوع بغاية البساطة ما معنى القداسة وذلك لما علمنا التطويبات بالتطويبات برجع بيقلنا كلمة طوبة او طباوي تصبح مرادفة لكلمة الديس وانا اليوم بدي اخد هالتطويبات لثمانة بعزة الجبل بانجيل متى بالفصل الخمسة وضوي عليهم وهو دي بعتبرهم طريق الاداسة طريق السعادة قبل ما اضوي عليهم خليني يقول بابا بيقول بس تطويبات المسيح باتجاه معاكس يعني عنا نحن تطويبات وعننا تطويبات معكوسة يعني العالم بيقلنا انت سعيد اذا معك مصاري انت سعيد اذا اضربت بايدك وكسرت وعملت انت سعيد هيك مسيح صوته مختلف تماما انت سعيد اذا انت فقير انت سعيد اذا انت وديع وغيره وغيره ههو دي هالتطويبات الاثماني بحب امشيهم هيك بالدور ونضوي عليهم رح بلج بالتطويبه الاولى طوبة للمساكين بالروح او للفقراء فانا لهم ملكوت السماوات اكيد في كتير انواع من الفقر في فقير الجايبة معطر في فقير العقل اذا اكيد بيعزب في فقير الضمير يلي ما عنده ابدا ضمير مسيح انا طوبة للفقراء بالروح يعني كل انسان بيتقلم كل انسان محتاج كل انسان جعان كل انسان عنده هيك مصيبة معزبته معطرته معطرته هودي الناس عم بيقلك انه المسي عم بيقلنا الغنى الحقيقي هو الغنى بالله وعم بنبهنا انه ما يكون همك ايها الانسان تسعى بس تتغطني على الارض وبيعطينا مثل الغاني الجاهل لكترة ارزاقه واملاكه وهبط الهونجاريت طبعه وعمر اكبر منهم قالوا يا جاهل في هذه الليلة تأخذ منك نفسك هذه اللذي اعددته لمن يكون فاذا خلينا نعرف نغتني بالغنى الروحي عند ربنا وبالوقت ذاته خلينا نعرف ننظر للفقراء اذا انا مرتاح ما المصاري تعميل قلبي خليني اعرف ايش على الفقير يلي حدي كمان او المحتاج خليني اتقاصم من اللي عندي مع الفقير يلي حدي ساعتها انا بكون سعيد سعيد الانسان اللي بيعطي اكتر من يلي بياخد سعيد الانسان اللي بيقش اخيه الانسان حده توبة للمساكين بالروح فان لهم ما لهم هودة اذا ما عندهم حساب على البانك هودة رح يكون عندهم حساب الابدية بملكوت بملكوت الله نعم تاني تطويبة توبة للودعاء فانهم ياريسون الارض نحن عايشين بعالم بعض الفلاسفة حتى هوبس فلاسفة انجليزي بيقول ان لم تكن زئبا اكلتك الزئاب وايام نسمع الباي بيقول له لا ابنه اذا رجعت عالبيت وضربوك انت مضربتن ما تجل عندي يعني متكأنه اللي بيدربك ضربه المسيح شغلتين بدي يقولهم بالانجيل اول شغلي لما بعت التلميذ قال لهم انا ارسلكم كالخراف بين الزئاب ايام نتوقفنا عليها بنقول يا عم يسوع مدرك شو بيقول شو يعني خروف بين الزئاب معقولة زئاب يشوفوا خروف يتركوه على حاله رغم ذلك المسيح قالنا ارسلكم كالخراف بين الزئاب يعني عليكم مسئولية ترودوا هالزئاب في هذا العالم ما نخاف من الزئاب خلينا نفكر كيف ممكن انا بوضعتي وبتواضعي بساعد الانسان ليه عم بياخد من اطباع الزئاب حتى يتروض هوني بيجي على عبارة تاني لإلى المسيح تعلموا مني انا وديع ومتواضع القلب في احدى الصلوات حلوة كتير بتقول اجعلني يا رب زارع وداعة ازرع وداعة مكان العداوة ازرع الصداقة مكان النزاع ازرع المصالحة مكان الانتقام ازرع الصفاء مكان الكذب ازرع الاصالة مكان التباعد والتنافر ازرع التناغم والتقارب ومكان الكارثة ازرع الفرح اللي بدي يزرع وداعة بدي يكون وديع هيك بيعمل وهيدا نداء المسيح لان بها العالم اللي عم نشوف الحرب وعم نشوف هال العدوانية والعنف المسيح بدعينها نزرع هال وداعة تالت تطويب طوبة للحزانة فانهم يعزون هالكلمة للحزانة رح استعمل سبع كلمات مطرحة يلي هيك بتعدد ترجمات صار تجموطة وبضحوة طوبة اول ترجمة للمفجوعين الحزانة ناس مفجوعة بيموت حدا عزيز كتير عليها بتحبه كتير بتعيش فاجعة تاني ترجمة وهي بيستعملها البابا بنيديكتوس بيكتابه يسوع الناصري بيقول طوبة لي منكسري القلوب وهي الكلمة بتمرق كتير بالكتاب المقدس لقلبه ننكسر نجرح بشي معين فيشي حزانهم في تالت شغلة طوبة للباكين لوقا لما بيعطي التطويبات ما بيقول طوبة للحزانة فانهم يعزون طوبة للباكين يلي عم بيبكوا وهلا بنحكي شوي عن البكاء فانهم يضحقون فانهم يعزون رابعا طوبة للمستغلين المستضعفين المظلومين هاو دي ناس مستعبدين هاو دي ناس بحتاجين حدا يردلهم فرح لان الظلم ما بيخلق بالانسان فرح الاستعباد الاستغلال للانسان خامسا طوبة للمجروحين يلي نجرحوا جسديا نفسيا داخليا بحياتهم سادسا طوبة طوبة للموجوعين في وجع وجع يمكن جسدي يمكن نفسي في قلم في ناس عم تحمل وجع في ناس بتعيش مع وجع سنين لانه ما بيلتقى الدول اللي بدها تاخده او وجع الداخلي وسابع يعني شرح لهايدي التطويبة خلنا نستعمل طوبة للحزانة هالانسان لي ميلانكوليك بتسكنه ايام صبغة صبغة صواد بيقشع عالدني سوداء بيقشع عالدني هيك بتعزوا الدني بيقشع فيها كتير من المقاس في منهم بيكون مرض يمكن عندهم منهم الحياة بتكون قاسية قاسية عليهم هاو دي عم بيقلنا المسيح الناس اللي عم تتعب اليوم هاو دي بيفرحوا بعدين هاو بيلاقوا العزاء عند الرب وهون بدنا ننتبه كارل ماركس الفيلسوف الشهير كان يقول يتهمنا نحنا المسيحيين يقول ان الدين مخدر نعطيه للناس نحنا مش عاملو للناس معلش هلا احزان وبكرا بتاخدو السعادة بالسماء مش بها المعنى بس خلي حدا يقلنا حدا بيقدر يلغي القلم من العالم حدا بيقدر يلغي الحزن من العالم حدا بيقدر يقول بلى انا بعملكم عالم دون حزن دون بكاء دون ظلم دون شيء اكيد مش موجود يثمر فيما بعد لحد هلا لحد هلا ما حدا ما حدا نقدر كفل انه بيعطول بيسيطر على على الالم في ايام الام بنسيطر لهم جسدية نفسية بس حتى الان في الام بعد ما بيقدر الانسان يضبط لحد هلا ملقينا الا حل واحد والقديب الفرنسي ممكن ذكرته مرة باحد الحلقات بول كلودال بيقول الله لم يأتي ليلغي الالم ولم يأتي ليشرح الالم لقد اتى ليملأ الالم بحضوره لحد هلا ما عنا جواب الا اللي بيقول الناس بكل بسطتهم بس بعمق ايمان مع الامك يسوع يعني بحمل الالم وبحمل صليب مثل ما يسوع حمل الالم والصليب وبهذا الصليب بتحول بيصير الام فداء مسيح بموته على الصليب فد العالم وانا اللي بحمل هالصليب وبتعذب وبتقلم عم بعمل فداء مع يسوع المسيح في العالم تستعمل كلمات مربولوس اكمل في جسدي وفي نفسيتي وفي داخلي ما نقص من الام المسيح كنت عم بحكي عن كمان البكاء نحنا منشوف بالانجيل يسوع حتى بكي بكي على العازر وبكي على قرى شريم واليوم اكيد رح يبكي على قرى شريم وعلى غزة واللي عم نشوف ورح يبكي انه في ناس بعد لليوم حتى حقد بقلبه وفي ناس عم نشوف كيف عم بت ما بعرف اده يصير عدد الاطفال الميتين عدد الكبار عم نشوف في الصور يلي ما عم بيقدروا ياكلوا ما عم بيقدروا يشربوا ماي ما عم بيقدروا هيك ابسط امور الحياة مش هيك بتغني فيروز الطفل في المغارة وامه ماري والشان يبكيان عم بيبكوا وبعدهم عم بيبكوا لازم يتحرك ضمير العالم وضمير المسيحيين وغير المسيحيين امام ما نشهد لقلو نعم قلنا نروع وما اكترون اليوم في اربع انواع من الجوع في جوع البطن وجوع الفم ما بعرف اليوم عدد الجاعين بالعالم بس من كم سنة كان يقول راول فوليرو اذا مسكوا ايدهم ببعضهم الجاعينين بيلفوا القرى الارضية خمسة وعشرين مرة يمكن هون باللبنان ما حدا عم بيموت من الجوع بضليا كل شي بس في شعوب بالعالم عم بيموتوا من الجوع بس هون باللبنان في ناس ما عم تاكل الغذى الضروري لا لا يمكن ولاد يمكن كبار كمان لازم نعرف نقشعهم تاني نوع من الجوع جوع القلب كل انسان بيجوع للعاطفة ان يحب ويحب تالت نوع من الجوع جوع العقل الى المعرفة الى العلم لكن طبعا السؤال هل يشبع الانسان طيارات فكرية ونظريات وقواعد واكوازيونات اكيد لا ورابع جوع جوع النفس نفس بتجوع للبر للأداسة نفس بتجوع للحق نفس بتجوع للمعنى العميق بالحياة والسؤال الكبير اكيد من يصد جوع الانسان وحده الله وكن دايما انا اتسأل كيف نحن المسيحيين الله عننا بيتتاكل لانه الانسان حقيقة الانسان الانسان كائن جائع الله اصبح هالخبز اللي بتجي بتاعت الانسان بتسدله جوعه للانسان اديسي تيريزيا دافيلا الكبيري كانت تقول الانجيل مطبوخ لنا هايدي طبختنا الاساسية الانجيل حافل على مائداتنا خلينا مش ناك المسيح لما اجل المجرب يجربه حول الاحجار لخبز قال له ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله فاذا نحن اللي جعانين الى البر يعني جعانين الى قدستنا جعانين الى الحق كلمة الله هي اللي بتعطينا الغزاء سدي السطوي بتوبى للرحماء فانهم يرحمون رحوم هو الانسان يلي قلبه بينبض مع قلب خيو الانسان والرحمة عنوان كبير البابا فرانسيس بيعز عليه كتير سنة الالفان وخمساش عمل سنة الرحمة ولما خلص يتمددها قال كل ايامنا لازم تكون رحمة رحمة بوجهين بوجه نطلب من ربنا الرحمة لقلنا كلنا ضعفاء كلنا خطاء والرحمة مع خينا الانسان مربولوس برسالة كورنتس الاولى الفصل 13 نشيد الشهير لو تكلمتوا بلغات الناس بالملائكة لو اعطيته جسدي كله ليحرق لو كانت لي النبوة والعلم كله لو كان لي الامان لانق الجمال ولم تكن في المحبة الرحمة لخيي الانسان فما انا بشيء امام الله اهم شيء ان اعقل الرحمة ولما اجهوا التلميذ وخاصة كانوا اليهود صاليين لالهم كان يسوع انهم اريدوا رحمة لازم ما بدي تردوني بزبائح وما بدي تردوني بتقديمات انا بدي الرحمة بقلبكم الرحمة لا تؤجل الخدمة التي تعملها اليوم الى الغد الرحمة تفرح انه الانسان الاخر نجح مش بياخد على خطرة الرحمة لا تتبجح لا تنتفخ الرحمة لا تبغي مكافأة الرحمة لا تمشي مع الضغين الرحمة تسامح تغفر كل شيء تصق بالانسان بالانسان الاخر ومن هو قريب بنعرف الشيء الذي عمله بالرحمة نحن مدعوين ان نكون اقرب كلنا لبعضنا البعض من خلال الرحمة كلنا اخوة لبعضنا البعض من خلال الرحمة ونحن بيحواج ما يكون بهيدا الزمن لهذه الرحمة سادي استطويبي طوبة لانقياء القلوب فانهم يعينون الله كلنا عنا طمع ورغبة ان نشوف ما فينا نشوف الله الا اذا كان قلبنا نائي مثل الماء النائية فين يشوف شوف فيها بس اذا هالماء فيها طراب وفيها حجار معاوكرة ما ممكن واحد يقدر يشوف القلب النائية بيفترض اولا افكار نائية نواية نائية بيفترض زاكرت نائية كمان مش بعد يحافظ بزاكرتي ضغيني واشي للاخ تفترض اني شلت من قلبي كل الاحقاط شلت هالبسمات الصفراوية شلت هالمشاكل اللي ممكن يورطون إياها مدرمين نائية هيك بنائية قلبي بنائية ضميري بنائية فكري بنائية زاكرتي حوضي كلهم هيك بنخلق القلب النائية اللي بيقدر يروح يشوف الله بعزة الجبل كمان مسيح بإننا سراج الجسد العين إذا كانت عينك شريرة كان جسدك كله شريرة إذا كانت عينك منيرة مستنيرة كان جسدك كله نير لأن قاوت القلب هي اللي بتفتحني أقدر روح تشوف الله سبع تطويبة طوبة لصانعي سلام فإنهم أبناء الله يدعون سلام بده صناعة هايدي مهنة جديدة بس بهنة لكل الناس وظيفة نصنع السلام أيام نفكر إنه السلام هو للسياسيين عندهم مسؤولية طبعا بهالشي بس كمان السياس السلام هو شغلة كل واحد مننا بدي سمي الدسان اسمه الفرانسيس بيحكوا هالموضوع بالسلام أول واحد فرانسيس الأسيذي يا رب اجعل مني أداة لسلامك أضع الحب حيث البغض والفرح حيث الحزن والرجاء حيث اليأس والنور حيث الظلام كلنا مدعوين نعمل هالمشروع نحط فرح مطرح الحزن ونور مطرح الظلام وهو بنكون عم نعم نكون أداة سلام بنكون أبناء الله دي ستاني اسمه فرانسوا دسال سالوس بخبره قال اجا مرة واحد متلميزه قال له شو بدي أعمل تعيش السلام كان جوابه أغلق الباب بهدوء من هون بنج السلام أنا مني بسلام إذا ماشي على الطريق وعم بزمر وعم بسب على اليمين وعشمال وصوتي طالع كله ما فيه سلام بقلبي السلام بقلبي بحطني أنا بالأول بسلام بصير بقدر بعطي سلام لغيري بدي عيش أنا بسلام بداخلي تأقدر أعطي سلام لغيري نحنا بالإداس دايماً عنا ردبة السلام وبناخد السلام من المسبح من الله تنوزل لبعضنا البعض تنقول أنه الله مصدر السلام والسلام اللي بناخده من الله هو يلي بيخلينا نحمله لإخوتنا البشر تطويب التام للأخيرة توبى لكم توبى للمطهدين توبى لكم إذا اضطهدوكم إن لكم ملكوت السموات مسيح بإن كما اضطهدوني سوف يضطهدونكم ما تفكروا بالعالم رح تلاقوا أنا ما عملت لكم عالم ترتاحوا فيه رح ضال في اضطهدات في كتاب طلع مؤخرا من شيخ 5 سنين اسمه الكتاب الأسود مع أنه جلته كله بيضة بس كتاب شي 700 صفحة مقدمة عملها البابا فرانسيس بيقول لليوم قد يبعد في ناس عم تضطهد لسبب مسيحيتها وفي ناس تضطهد لغير لغير أضايا وفيه اضطهد البسيط اليوم بالمدارس بيحكونه كتير عن التنمر نعم الهولينج نعم أكيد مش عم بيحكي أنا عن هالإشي البسيط عم بيحكي عن عن الإنسان يلي يضطهد من أجل إيمانه يضطهد من أجل وطنيته يضطهد من أجل هيك حقوق الإنسان الكبيرة وكرامة كبيرة عم بيسعى بيسعى لقلة أدي كمان هذا الإنسان المضطهد يعرف يحمل صليبه ويعرف أنه بده يمشي الطريق رغم الاتهاضات وهي الطريق بتقود لعند لعند ربنا بدي أختم بالآخر بشغلتين شغلي بتقول الميرتريزا لماذا لستم سعداء في حياتكم لأنكم أمضيتم وقتا طويلا في اختيار الأحزية ونسيتم أن تختاروا الطريق هيدي الطريق أعطنيها يسوع والبابا بختام هذا الفصل الثالث بالرشاد الرسول افرح وابتاهج وبيقلنا أن تقبل كل يوم طريق الإنجيل حتى إذا سبب لنا مشاكل تلك هي القدازة أيام هالكلمات هذي صعبين ومشهلين نعيشهم ومشهل لحدنا يفهمنا بس هيدي هي طريق الأدسة بس فينا نمشي فيها نحو الأدسة ورح بيختم كمان بكلمته هو إنها مرت الماضي يلي ذكر فيها الأديب الفرنسي ليون بالواء لا أعرفه إلا حزنا واحدا وهو اللا نكون قدسين ما في شيء بالدني بيحرز ما في شيء بالدني بيزعل ما في شيء بالدني بيحزن إلا هالشغلة الوحدة إننا نحنا ما نصير قدسين ما نصير قدسين وما نكون اليوم قدسين ومنشكرك أبونا مالك ونشهل عمر كله بالقديسة نحنا هيك بدنا نختم نختم نقول طوبة لمن يسمعون كلمة الله ويعملون بها فإن لهم أكيد ملكون السماء والرم أنا بدي أشكراك